سلام عليكم ازايكو يا حبايب عاملين ايه يا ربو كلكو تكونوا في احسن حال ان شاء الله النهاردة الفيديو بتاعنا يكون برضو فيديو لسيدة ايرانية روتين كده سيدة ايرانية بجد الفيديو ده النهاردة هيعجبكو حياتها في بيتها واسلوب حياتها في بيتها بجد حاجة حلوة جدا جدا هتشوفوا البيت بتاعها وهتشوفوا طريقتها ازاي في تنظيفاتها وترتيباتها وتنظيماتها بجد فيديو النهاردة هيعجبكو جدا كمان انا يعني حبيت ان انا اجيبلكو من كزا دولة علشان نعرف طبعا احنا بنحب نعرف كل ثقافة كل دولة عاملة ازاي فطبعا زي ما انتوا عارفين ان انا بجيبلكو يعني من دول مختلفة علشان خاطر كلنا نستفاد طبعا شفتوا الورود الحلوة والظهور الحلوة دي طبعا هي اول ما بتصحى من النوم ده بيبقى حياتها طبعا في غرفة النوم بتاعتها فماشاء الله بتبقى حاجة حلوة جدا جدا حبي بس اقولكو لو انتوا اول مرة بتشوفوا القناة عندي ياريت تنوروا عائلة الكبيرة وتشتركوا في القناة وتفعلوا زرار الجرس على الكل بعد ان تعملي اشتراك علشان يوصل لك كل جديد مني وفضلا منكو يا حباب قلبي حطوا اللايك للفيديو وتمنى ليكو المشاهدة الممتعة وطبعا مستنية كومنتاتكو تحت الجميلة اللي زيكم اللي بتفرحني طبعا انتوا شفتوا اول حاجة هي عملت كده روتين في المطبخ الروتين في المطبخ بتقول ان انا نضفت طبعا نضفت انضفات رمضان فانضفت كده كل حاجة عندها شايلت كل حاجة في المطبخ ونضفتها وهتوريكو تغييرات هي مغيرات في قلب المطبخ يعني هتوريكو تجديدات عملتها في المطبخ برضو هنا بتقول انا مسحت البوتوكاز وغسلته بعد طبعا ما عملت التأفيلة وبعد كده كل حاجة ناحية البوتوكاز مسكتها غسلتها والحيطة اللي وراء البوتوكاز برضو مسكتها غسلتها وبعد كده حطيت عيون البوتوكاز طبعا بعد ما غسلت كل حاجة هنا بقى غسلة الحود بتاعها بردو لو تلاحظوا شوفوا الحنفية بتاعت الحود هي مطلية بالذهب بجدة حلوة قوي عجبتني بردو كفكرتها وكلون حلو يعني يلاقي على كل دكورات المطبخ هتشوفوا دلوقتي دكورات المطبخ حلوة جدا هنا كانت بتخلص الأدراك بتاعت المطبخ بردو وبتوريكو هي نظامها عامل ازاي فيها طبعا هنا بعد ما خلصت المطبخ خالص يعني هي اختصرت معيكو وجابت لكو الاختصار بتاعه طبعا شفطت كل المطبخ بالمكنسة لان هي حطها سجادة وبعد كده حطت الترابيزة هنا بقى هي بتوريكو اني يعني شايفين المفرش الحلو اللي هي حطها ده ده شكل كده الترابيزة بتاعتها لو تلاحظوا هي غيرت تغييرات بسيطة وهي هتوريكو التغييرات دي يعني بتوريكو ان الترابيزة بتاعت اه شوفو الترابيزة بتاعت المطبخ يعني كانت عاملها باللون البينك وبعد كده المفرش اللي هي كانت حطاه وبعد كده لو تلاحظوا برضو بتغير السجاد اه آآ بعد كده جابت الكفر اللي هو بتاعه السجاد آآ باللون الرصاصي وحطت كمان على الترابيزة بتاعتها كفر برضو لونه الرصاصي فهي بتقولكو أنهي الأحسن وبتوريكو الشكل الجمالي إيه طبعا هي في الكريستالات اللي نازلة دي دي استهر على المطبخ من فوق كده لأن طبعا المطبخ أصاده الأنتري على طول هي هتوريكو دلوقتي أهو ده كده برضو شكله هتقرب لكم منه عشان تشوفوا شكله عامل إزاي ده طبعا الرصاصي وطبعا البينك انتو شفتوه في الأول اللي هو المفرش البينكو كانت حطة على الترابيزة كده وعلى كريس السفرة الفينكات الحالو أنا بصراحة بحب اللون البينك بصراحة جالي عقدة من اللون الرصاصي مش عارفة ليه هو اللون الرصاصي حلوي جدا جدا بس لما يكون داخل معاه ألوانات تانية بتبقى حلوة جدا يعني مثلا الأبيض زي ما هي معاملة كده اللون بينك بيبقى حلوة قوي لأن الرصاصي الوحده بجد بيخلي الدنيا غمأة بيغمألك الدنيا خالص وفي نفس الوقت تحس كده بكآبة طبعا هي بتوريكو دي الشيالة دي طبعا موجودة كتير في أيكاة حتى أصدها كده الكسترات اللي هي القلوب دي علشان برضو توريكو الشكل هي هنا كانت فرحانة بالترابيزة وبتوريكو شكل الترابيزة عامل إزاي هنا بقى حاجة تانية ده شكل المطبخ من بعيد هنا شيلة الترابيزة وحطة الطابلية عارفين الطابلية اللي هي بتاعت زمان دي حلوة قوي قوي بتوريكو برضو شكلها أنهي الأحسن يعني الطابلية ولا الترابيزة طبعا هي الترابيزة حلوة في حاجات كتيرة والطابلية برضو حلوة في حاجات كتيرة اللي يعرف الحاجات دي يكتبلي تحت في الكومنتات اللي يعرف يعني الطابلية وكده يكتبلي تحت في الكومنتات وطبعا هشوف رأيوكو إيه هنا بقى كانت بتوريكو المطبخ من تحت أو التقفيلة بتاعتها من تحت ده تقمل توابل بتاعها بتقول أنا حباب اللون البنك تحفق منه عملت كده اللي هو تقمل توابل التاني يعني اللي هو اللي تحت ده استخدامها اللي هي بتستخدمه على طول سوري اللي هو اللي فوق استخدامها اللي بتستخدمه على طول واللي تحت اللي هي الحاجات اللي هي بتخزنها يعني لو تفضل معاها توابل وكده بتخزن تحت ولكن استخدامها اليومي في اللي انتوا شايفينه ده هنا بتقول حتى أنا بغيره ويعني عملت كده لدرفة الخزين بتاعتي حاولت إن أنا أزبطها كده يعني كنوع من التغيير هنا بقى كمان الأدراك بتاعتها ده الدرج المعال التحت كمان الدرج اللي هو بتاع الفوض بتاعت المطبخ هنا ده درج المشروبات بتاعتها هنا بقى التقفيلة من فوق وبتوريكوا التقفيلة من فوق بجد هي منظمة جدا والألوان المبهجة حلوة جدا جدا طبعا هي هنا بتقول حتى كل الأجهزة الكهربائية هنا تحت الحوض حتى كل المنظفات بتاعتها كل حاجة تخص المنظفات بتاعت المطبخ حطها من هنا من فوق بقى في التقفيل حتى برضو الأجهزة الكهربائية اللي هي بتستخدمها اللي بتستخدمها على طول هنا ده طقم العشا هنا طبعا كل الباليستيكات اللي كلنا طبعا بنكون عارفينها وبنستخدمها هنا ده طقم الصيني يعني هناك في إيران بحس ان هم فيهم تكت شوية كده زي مصر لان المصريين برضو بيحطوا بيجيبوا طقم صيني أو طقم العشا في المطابخ وهم هناك في الإيرانيين برضو بيعملوا كده هنا كده ده طقم العشا سوري مش أنا قلت كده برضو مش عارفة والله وهنا ده طقم البايريكس طبعا طقم البايريكس ده هي جايبها باللون الأسود فهي كانت عاملالك برضو جولة كده في مطبخة طبعا بعد ما خلصت التنظيفات كلها هنا الكسات بتاعتها وهنا كده الكبيات بتقول الكبيات أنا مخصصها برضو للعصير وكده ودي الحاجات اللي هي الحراري اللي بتخش الفرن طبعا هنا برضو الحافز بقى بتاعت التلاجة وحاجات الايس كريم وحاجات الكيك هنا خدت بالكم البوكس الحلوة الصيدلية دي بجد عجبتني وفكرتها حلوة جدا 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 بوكس عادي ومعمولة عليه أشكال الصيدلية ومتقسم كده زي ما انتوا شايفين حتى المراهم والأدوية والقبر وكل حاجة والبرشام منظمات طبعا زي ما انتوا شايفين بجد هي تستهل منكم اللايك لان كل حاجة عندها حلوة لو وصلت الحدات هنا من الفيديو حطيها على اللايك لان بجد هي تستهل منكم كل حاجة حلوة هنا كده بقى بتوريكم يعني الرخيمة بتاعتها وفن ذكراتها برضو الجميلة الحلوة الا على الرخيمة شوفتوا حود السمك الحلوة الزغنون ده حلوة قوي 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 على رخيمة المطبخة هنا بتوريكم الرخيمة من الناحية التانية من عند الحود طبعا هي كانت مشغالة الغسالة وهي اجيب لكم دلوقتي حاجات عجبني جدا الرخيمة بتبقى لونها ابيض وحط عليها حاجات كده باللون الهبي بجد ما شاء الله عليها بجد يعني كل حاجة عندها حلوة ربنا يهنيها يا رب ويسعيدها يا رب طبعا ده ابنها هي أم التفلين ده ابنها الزغنون هنا بقى بتوريكم الانتاري على طول أو الريسبشن بتاعها وصود المطبخ هنا بقى بالتعاون مع زوجها كانت بتنظف الانتاري وكانت جايباله سجادة جديدة فحبت ان هي توريكم برضو هي بتعمل ايه وطبعا الانتاري هو كمان كانت جايباها جديد طبعا ده قوضة الريسبشن ولكن كانت جايباله انتاري جديد زي ما انتو شايفين كده لو تلاحظوا الانتاري الاول كان لونه باللون النبيتي اللي هو أصاد المطبخ على طول هي جابته كده غيرته عمق جابته باللون الأفواية علشان خطر زي ما تلك الألوانات الغوامق بتغمى الدنيا طبعا هي عملالكو جولة فيه سريعة كده بعد طبعا ما فرشته وحطت السجاد بتاعه الجديد حتى لسه ما شالتش الورق من عليه أو الكوفر من عليه ده شكله كده هي طبعا يعني كانت بتوريكه هي زي يعني تظبط السجادة زي وبتعمل السجادة زي وبتشوف السجاد بتاعها اللي لايق عليه يعني هي حطت السجادة الأورانية وبعدين بتشوف شكل الانتاري إحلى فيه في السجادة الأورانية ولا الثانية طبعا هي اقتنعت بالتانية هنا كانت بتشيلي الستائر بتاعتها وجايبا لكم برضو المسحوق الجيل اللي هي بتنظف بيه الستائر او بتخسل بيه يعني شالت الستائر وغسلتها ادتها دورة حلوة كده وطبعا هنا كانت الستارة بتاعتها كانت خلصت انا كمان هم اخسر الستارة بتاعتي اللي لسه يعني مفيش عنده باور ونشاط كده امي خلي عندك باور ونشاط كده واتمشتي معانا وامي عملي يلا اللي وراكي طبعا هي بتوريكو ده الجيلانس ده مخصص للحاجات الستيل وكمان الاسطح بتاعت البتجاز وكده فهي كانت بتلمع كل حاجة عندها وبتوريكو بتقولكو ان هي لما بيكون عندها اي حاجة مش نضيفة بتقول بعيد عليها كل يوم يعني نازل كل يوم ايدي في البيت بحيث اني يعني ما تتعبش نفسها طبعا هي هنا عاملالكو غرفة النوم جايبالكو غرفة النوم بتاعتها هي لونها دهبي في ابيض برضو وهي كلاسك حلوة جدا عجبتني برضو افكارها الحلوة في قط النوم هي بتاعشها اللون الدهبي على فكرة لو تلاحظوا تلاقوها برضو من الخلاف في قط النوم اللون الدهبي يعني الدهبي ده كان مسيطر في في قط في المطبخ وبرا كمان في الليفينج وفي قط النوم اخدت بالكم من المكتبة دي المكتبة دي فيها بتاعت المكوى ده دي برضو في قط النوم هتوريكو كده هي غيرتها وجابت واحدة تانية حلوة جدا جدا المنظمات اللي فيها دي والادراج اللي فيها بجد حلوة تحفة تحفة خدوا بقى افكار منها حلوة علشان اللي عايز يطبق الحاجات دي وينفزها بس ما تنسيش تحط اللايك عشان نستفيد كلنا وانا ازلكو على طول فيديوهات حلوة زي كده بس طبعا انتو دعموني باللايك علشان الناس تشوف الفيديو وانا ازلكو على طول فيديوهات حلوة من دي ان شاء الله هنا طبعا كانت بتخسل السجادة بتاعتها بتقول لكم ان انا بخسلها على الناشف طبعا جابت كل المسحوق اللي هو بتاع غسيل السجاد وجابت الفرشة الحلوة دي بتقول الحاجات الفواتح لو حست منها ان هي غمقت بسرعة بتروح تعملها علشان خطر الدنيا تنضف معا هنا بقى بتوريكو وهي بتعمل البرتقون يعني خلصت بسرعة ازاي وبتعمل البرتقون ازاي وغسلت الحاجة بتاعتها في لحظة هنا بقى شوفوا زوجها وهو بيعمل البرتقون هيعمل ايه في المطبق يعني بصراحة هي كل الازواج كده تخش المطبق يعني تبهدل الدنيا مش عارفة اقول لكم كل ده عشان يعمل برتقون يعني طلعك سكنتين وراح طلع عصارة تانية بتاعت البرتقون والبرتقون قاعد يرمي هنا ويرمي على الارض حاجة كده يا من شاء الله يعني فيش زيها تنين انا واحدة من الناس يعني افضل انه هما يبقوا قاعدين برا معززين مكرمين ويعملوش اي حاجة واحنا ليلة عمل كل حاجة طبعا ربنا يا رب يسلح حالهم وان شاء الله يعني التعاون حلو قوي قوي بيننا وبين بعض كلنا هنا بقى هي وصحبتها صحبتها عايز اقول لكم يعني حاجة حلوة قوي لما تكون فيه برضو بينك وبين صديقتك او صحبتك حاجة كويسة ما تزوروا بعض يعني يشوفوا هم هنا جاية بقى عندها النهاردة وعملين كده اللي هو القلب بتاع الشوكولاتة طبعا هنا حطت في الاول في القلب والقلب قلب حطت فيه زيت وبعد كده حطت الشوكولاتة وحطتها تجمد كده وبعد ما جمدت بقى جابت كده الخيوط الحلوة الدهب دي وبعد كده حطت شوكولاتات صغيرة فيها وهتحط الجزء التاني وبعد كده بقى هتحط عليه الشريط الساتين الحلوة ده وقدمته كأنه هدية بالزبط كده زي ما انت شايفين وفي نفس الوقت بيفرحوا بعض هنا برضو يعني عايز اقول لكم للمة الصحاب او الاصدقاء يعني بيبقوا اكتر من اخوات بجد يعني ما فيش احسن والله العظيم من لما كون ليك صديقة بتحبيها وبتحبك وبتيجوا لبعض كده مش صداقة يعني من بعيد لبعيد لا طبعا هي كانت صحبتها كانت عندها فزي ما انت شايفين طبعا قعدوا مع بعض بقى وقاموا وعملوا الاكل مع بعض يعني حلو قوي وصحبتهم الثالثة كمان هتيجي يعني هما ثلاث اصحاب فصحبتهم هتيجي بقى هي بتوريكم هزارهم مع بعض وتفكيرهم مع بعض بيكون عامل ازاي في الاكل وكده ده زوج صحبتها طبعا عايز اقول لكم ان هما التلاتة يعني التلاتة دول اصحاب والتلاتة ازواجهم يعني برضو اصحاب فهمين انتوا قصد ايه طبعا بهم عاملين يهزاروا يعني ايه قامت بقى حطت لها الكريمة على وشها فاحلة حاجة في الدنيا هي الصداقة هنا كانت بتوريكم عاملة الرز البسماتي على شكل بطيخ طبعا جابت الرز البسماتي جابت حلتين عملت لون اخضر الوان طعام عادي واللون التاني احمر وبعد كده بعد ما خلصته يعني لو تلاحظوا صفته كويس جدا جدا من الالوان اللي كانت فيه وبعد كده حمرته زي ما انتوا شايفين طبعا بعد ما نشفته بعد كده حمرته وبعد كده زي ما انتوا شايفين بقى هتعمل الرز اللي هو الابيض عادي في الآخر حطت بقى لون الاحمر في النصف وبعد كده الابيض وبعد كده الاخضر علشان تعمل اللي هو الشكل اللي هو البطيخة زي ما انتوا شايفين كده طبعا هي حطت من فوق كده الحتة الصدا دي عشان زي يعني ايه زي نظام البزر كأنه بزر البطيخ هنا بقى بتعمل لكم كمان جولة في غرفة ابنها او غرفة اولادها يعني طبعا هي معاها ولدين فهي عاملها لهم القوضة بتاعتهم فيها طبعا فيل والرسمة بتاعتها كمان عاملها عاملها رسمة الفيل وعملها لهم باللون الرصاصي او ممكن تبقى غامقة وكل حاجة بس اكيد لما بتبقى فتحة لشبابيكو كده والانوار كلها بيبقى الانوانات متنزقة مع بعضها وبتبقى الانوانات شكلها حلو مع بعضها لحد هنا من الفيديو حبيبة كون انا خلصت الفيديو وربي كون الفيديو عجبكو والسيدة الايرانية بتاعت النهاردة كون عجبتكو لو عجبكو الفيديو حطوا لايك للفيديو وكتبوه لي تحت كومنتاتكو اسبكو في رعاية الله وحفظه واشوفكو الفيديو الجاي ومع السلام